طبعا ماتش النهاردة ماتش مهم جدا وبطبيعة الحال الفرقتين عندهم دافع قوي للفوز الأهلي أكيد الدافع بتاعه إن هو يحافظ على الصدارة ودي برضو هتبقى نقطة حلوة كده ولقطة لطيفة لها نعكسات طيبة معنويا على اللعيبة قبل اللقاء المريخ وفي المقابل فاركو زيه بقى زي أي فريق بواجه النادي الأهلي أي أن كانت درجة قوته أي أن كانت الكتيبة اللي هو داخل يواجه الأهلي بيها دايما أي فريق بواجه الأهلي بيتقلق وبيقدم أحلى ما عنده وبيتوحشوا كده اللعيبة عشان كل واحد فيهم عايز يثبت نفسه من منطلق أنه بيلعب كبير والناس كلها هتتفرج على اللقاء فنتيجة ده شايف الماتش هتكون عامل إزاي النهار طبعا هو ماتش صعب في البداية ظروف اللقاء كمان بتديد من صعوبته انت طلع من هزيمة مفاجأة في توقيت صعب جدا أمام ساندونز بطولة أفريقيا في وقت ما كانش أي حد يتوقع للنادي الأهلي بعد الأداي الجايد الفترة اللي فاتت ولا منحانا الأداء أو الأداء بتاع نادئ أهلي في تطور ومستوى الكيرف بيعلى بشكل كبير جدا من بعد الكاسة العالم الأندية ومباراة الدوري وحتى في مباراة أفريقيا أمام الهلال لكن كانت مفاجأة هزيمة أمام ساندونز فالنهاردة اللقاء صعب جدا اللقاء مهم جدا زي ما أنا هوندي قالت معنويا للجاي لأن الفترة اللي جاية أنت ما عندكش دوري بس لأ أنت عندك دوري وأفريقيا دوري وأفريقيا فمحتاج تكون معنويا تكون في كامل حضورك الزهني والمعنوي والنفسي وكل حاجة لأن لقدر الله أي حاجة النهاردة نتيجة عكسية هتدخل الفريق في أمور صعبة جدا الجماهير هتبدأ تنفعل أكتر لأن بعد الهزيمة بدأ يتسرب القلق للجماهير لأن هزيمة ما كانتش بتوقع بتلاعب منافس قوي جدا عنده مدير فني محترم ماشي بمعدلات كويسة في الدوري عنده خمسة هزيمة وخمسة فوز ما بيتعدلش ما عندهش بسط هو يبيكسب يبيخسر عنده قوام فرقة محترم من الفرقة اللي بتلعب 3-4-3 من بداية المسلم كابتن مجد عبد العاطي فالنادي الأهلي منطلب النهاردة بمصالح الجماهيره يعني يعرف الناس النهاردة أن اللي حصل بالماشي اللي فات مجرد كابوة وهتعدي أو عدد خلاص وده اللي كان واضح من خلال التدريبات اللي أنا شفتها والسور اللي أنا شفناها شفنا الحزن يعني بيخيم على أجواء التمرين في نادي الأهلي والعيبة واضح أن هي حزينة بشكل كبير جدا اللي هي ضيعت مكسب ماشي سانداونز ووصلت الجمهورة لحالة الحزن اللي هو فيه فأعتقد النهاردة ده بيصعب كمان الأمر على فرقه يعني خلينا نقول برضو آه يعني أن النادي الأهلي لما يروح يلاهب أي فرقة وهو مهزوم دي بتبقى صعبة جدا عن الفرقة اللي بتلاهب من النادي الأهلي التركيز بيبقى عالي جدا عند النادي الأهلي